اهلا بكم مجددا تحدثت مصادر ميذانية من داخل محافظة درعا عن عمليات اعتقال تنفذها ميليشيا النظام في المحافظة في الوقت الذي شهدت فيه عدة مدن وبلدات وقفات احتجاجية طالبت برفع القبضة الامنية التي تفرضها ميليشيا التفاصيل اكثر في التقرير التالي هذا هو مصير قادة فصائل المصالحات في محافظة درعا مكبلين يرتجفون ويدلون باعترافات سمعها السوريون كثيرا بحالات مشابهة سواء كانت مع قادة سابقين او حتى من المرغمين على ادلاء اعترافات كهذه امام عدسات اعلام النظام مصادر ميدانية من درعا افادت ان عشرات من عناصر الفصائل المصالحة وقادتهم يعتقلون بشكل يومي باتهامات مختلفة ابرزها ما بات يعرف بالدعاوى الجنائية وهي الحالة التي يلتف فيها النظام على اتفاق التسوية مدعيا ان مدنيين قاموا برفع دعاوى في المحاكم ضد العناصر المعتقلين بالاضافة لاخبار تتحدث عن تصفيات لبعض القادة درعا البلد وبصر الشام ومناطق عدة في المحافظة شهدت في الايام القليلة الماضية وقفات احتجاجية مطالبين برفع القبضة الامنية واخراج المعتقلين والالتزام باتفاق التسوية الذي وقعه الروس ولم يلتزم به النظام البتة الخروقات الاخيرة من قبل ميليشيا النظام ادخلت المحافظة بحالة من الاحتقان والغضب من جديد فلا النظام يؤتمن جانبه ولا الروسي يشكل ضامنا يعتمد عليه فهل ستستمر خروقات النظام في المحافظة وهل ستتوسع حالات الاحتجاج لتشكل حراكا شعبيا للمحافظة التي طالما تغنى السوريون بها كونها شعلة الثورة السورية حول هذا الموضوع ينضم الينا العميد احمد شروف المحلل العسكري والاستراتيجي من عمان وينضم الينا ايضا المحلل السياسي زكريا ملاحفجي معنا من غازي عنتاب مساء الخير وإهلا بكم أبدأ معك أستاذ زكريا يعني بعد هذه المقابلة التي تتبع لتلفزيون بشار الأسد أو لتلفزيون النظام نرى أنه قادة الفصائل الذين وقعوا على المصالحات أصبحوا مجرمين ومطلوبين للعدالة ولازم يقول له بريئة سيدي بعد شوي هل هذا ما نراه اليوم أو ما نشاهده هو الوجه الحقيقي لاتفاق المصالحة أهلا وسهلا مساء الخير لك ولمشاهدين طبعا النظام بالتأكيد يعني اللي ممكن يأمن بالنظام كارثة حقيقة طبعا في منتصف الشهر التاسع تحديدا الروس أحلوا الفيلق الخامس اللي دعوا له القوات العسكرية لدخول فيه وكذلك الفوج الرابع فبعد ما أحلوا هذا الموضوع بدأت الملاحقات تجاه الأشخاص قسم منهم زجوا في معارك بمقابل داعش وصار تأتي أبل عشرات أعداد وقسم منهم تم أرادوا توجيههم لمعركة إدلب اللي كان عم يحضر الألة ورفضوا فتم اعتقالهم وتصفيتهم أعداد كبيرة جدا وما زالت الاعتقالات جارية طبعا بحجة شدة أحيانا أنه تم توجيهه لمعركة وتم رفضه فتم اعتقاله أحيانا تحت مدخل أنه فيه هناك شكاوى جنائية هذا النظام لا يمكن على الإطلاق ومن جانبه الروسي أيضا هو بنفس الموضوع هل نقول أن الروسي غير قادر على ضبط النظام ليس صحيح الروسي أيضا مع النظام هذه السياسة سياسة القتل لأنه أيضا النظام يعرف أنه هذول الناس ممكن يعملونه إشكال في يوم من الأيام يعني مظاهرات في درعا رغم بسط النظام سيطرته على درعا لكن خرج أهالي درعا وخرج العشرات سواء في شهر سبتمبر ولا اللي بعده شاركوا في الجمع لكن بمظاهرات ولافتات ولا آخره فهذول الناس عنده ثأر مع النظام لا يمكن ينساه صح هو قد يخضع نتيجة الظروف ونتيجة إلى آخره لكن لا يمكن ينساه وبنفس الوقت يعني عمل النظام بهذا الشكل هذا لا يمكن يخلق استقرار على الإطلاق طب أستاذ ذكرية يعني بحديثك لديه يعني نعم أنه النظام وروسيا هنا شركاء حقيقيين يعني لا يمكن أنه روسيا ترجع النظام عن أفعاله وهذا العمل هو شراكة حقيقية مع حل الفيلق الخامس كما تحدثت أصبح هذا هو الاتفاق الذي كانوا ناويين عليه اليوم نرى وجهه الحقيقي كل ما قدموا الروس من أطروحات سواء ضمانات سواء تسويات سواء وقف اطلاق نار في مسارات ستاني في كل المسارات الروس دائما كانوا يسلكوا هذا الموضوع كتكتيك يعني من أجل أنه يوقف جبهة من أجل أن يصفي يحاول يوقف جبهات ويكبل الطرف الآخر من أجل هو يسيطر يبسط نفوزه دخل الناس على أساس أنه في مصالحات وتم يعني حتى أعطوهم بطاقات يعني إذا عشر بند بيتعهدوا فيه أنه بتم أنه ما حدا بيتعرض لألون وكذا وكذا لكن بالمقابل بحجة شتى شيء بدون يتفشوهم أمام معارك داعش أو يتفشوهم لقتال السوريين نفسهم في معارك أخرى فأوقعوهم في بأنه هناك شكوى جنائية طبعا بعدين أظهروا البعض بصور مذلة للغاية ناس معتقلين ناس يعني عفوا اللي طالع على التلفزيون بإيذو يعني كلبت شو الغاية من هذا الموضوع سوى صورة الإذلال حتى البرنامج اللي طالع فيه طريقة الحديث والاعترافات يعني عدنا للأيام الأولى طريقة مسيئة جدا جدا تماما طريقة مسيئة جدا لهيك أعتقد أن السوريين لازم ينتبهوا حقيقة هذا النظام لا الآن ولا بعد عشر سنوات ولا عشرين سنة ممكن يغير ولو جزء من أساليبه القمعية والتوحش اللي بيعامل فيه السوريين هذا لا يمكن أن يتغير هذا محال يعني يعني صراحة اللي يثق بالأفاعي في مشكلة أي أصلا في طريقة تفكير وفي ثقته لا يمكن على الإطلاق هذا نعم العميد أحمد مساء الخير طبعا هذه مو المرة الأولى اللي نتحدث فيها يعني الاعتقالات اللي عم الطول قادة الفصائل يعني ولكن حالة ممنهجة مستمرة فيها إذلال وإهانة على الرغم من الوضع المهين اللي أصلا حطوا حالهم في قادة الفصائل اللي قادوا هذه المصالحات ولكن على ما يبدو أن النظام وروسيا لم يكتفوا برأيك إلى أين من الممكن أن تتجه الأمور إلى تصفية جميع من كان في هذه الفصائل واعتقالهم ماذا يعني ماذا يريد النظام بالضبط من هذه الاعتقالات حياكم الله والسادة المشاهدين والضيف العزيز أهلا فيك زكريا ولكم جميعا سيدتي دعينا نرى الآن هذا إجراء الاعتقال إجراء روتيني متوقع ولكن الجو العام الاتفاق العام كما تحدث زكريا الآن عن الخطة الخطة أريد أن أدخل قبل أن أدخل في الخطة الفيلق الخامس لم يحل قسم كونه بعيد هو شوي قسم إلى قسمين القسم السويداء بقيادة عماد العقباني وقسم شرق وسط وشرق درع بقيادة أحمد العودي وأسندت مهمي لمحمود البردان لهي القوة الأمنية أي الاستخبارات المحلية وكل إجراءات سأتحدث عنها الآن نحن الآن أمام حالي خطة وضعت أرفض فيها كلمة مصالحات لأنها هي كلمة كبيرة قد تعضي شيئا من الاحترام لمن نفزها هي يمكن أن نقول هي عبارة عن مقاولات حتى لو كانت كلمة المصالحات أضيفت إلى خلاف عائل في قرية حل المختار فهناك قواعد ولكن هذه المقاولات أوصلت الآن إلى عودة الاعتقالات عودة لوائح المطلوبين عودة المداهمات إلى البلدات والقرى نشر حالي من الفوضى والغموض في الموقف لوضع المواطن البسيط الإنسان الشريف التي ترك درعا ليقاتل أو الجنوب عموما أولئك الذين رأينا في أيديهم الأصفاد الآن ولم يقاتلوا هذا الموقف الغامض لكي يسهل قيادة المواطن إلى أي من الجهات التي ستحدث عنها سواء إيران أو الروس أو الميليشيات المتعدي تعدد الولاءات ليس عن غباء هناك ميليشيات إيران ميليشيات سهيل حسن الجيش الفرق الرابعة إلى آخرية هذه الأمور كلها تضع المواطن في حيرة إلى من ينتمي علما أن هذه الميليشيات لا تنسق بين بعضها البعض وتعتقل أفراد المقاولين الذين انتموا إليها كما حدث مع مجموعة سهيل حسن عدنان خلاف وعتقل من قبل المخابرات الجوية واعتقالات متبادلة الآن الروس هو انسحاب تدريجي ممنهج لإتاحة المجال أمام المد الإيراني الذي أنشأ قوس القنيطرا وبدأ الآن في إنشاء قوس الشرقي الذي يهدد للأمن الأردني ويهدد أيضا بتحويل المنطقة إلى حالي من الميليشيات الشيعي الموالي لإيران لإعتماد على العنصر المحلي للهروب من الرقابة الدولية والهروب من الإنفاق والأزمة الاقتصادية في حزب الله وفي إيران هذا ما يجري الآن إضافة إلى ذلك كله نشر الخلاف بين العناصر المحلية وبعملية العقاب نحن الآن مقبلون على انتهاء المد ماذا بعد انتهاء المد هي انسحاب الروس وترك الأمور بين إيران وبين النظام نحن نرى الآن العقوبة أو الاعتقال شيء بسيط نرى الآن احتجاز طلاب مدارس منع الإعادة إلى الجامعات لمن كانوا في مدارس السورة منع المعلمين من العودة واعتبارهم رفع دعاوي إذن ضد موظفي الدولي هذا الإجراء كله يسير على الوفق التالي يسير ضمن الإجراء القانوني لكي في المرحلة الست شهر لا يسأل أحدا للنصار دعاوي شخصية دعاوي عامي تملك الحق فيها مؤسسات الدولي في رفعها على موظف انقطع عن العمل دعاوي في الأمن القومي ويتيحها ويتيحها القانون التعامل مع العدو قتل عناصر في جيش الدولي كل هذه الأمور نجدها الآن لكن بعد الستة أشهر لن نجد هذا الشيء سينتنقلم الأمور وسنبدأ في عملية العقاب الجماعي ليبدأ بالعناصر المقاولي ومن ثم هذا القائد الغبي الذي ظنّى أنه إذا قاول النصام ألا نعلم بحجة أن المصالحات أجل قطع الطريق على التمدد الإيراني طيب هاي التمدد الإيراني أبو الفضل الطبائن بارح كان بيدرع البلد طيب أنت شو قطعته يعني بالمسيفرة 30 عنصر وبالبلجات 70 عنصر والآن في حق الكريم دورة لعناصر حزب الله تتجاوز 150 عنصر من أولم الغداء في الحارة وفي جاسم للوفد الإيراني والحرس السوري أليس عناصر المقاولات إذن هذا البنت سقط اتنين العملية حماية المدن والبلدات أليست القمامي والحشرات تلي الناس بالمرض ويمتنع النظام عن نقل إذن هذا الحال العام بسيدتي بشكل عام نحن مقبلون لا بد للمقاون أن يحاسب وسيحاسبه النظام وتسقط كل هذه الادعاءات التي قدمها من حقن الدماء هل خرجت المعتقلات هل خرج المعتقلين هل تم إصلاح شيء من الخدمات لا شيء من كل هذا وفوق كل ذلك الروس أوقف وعملية التطويع في الفيلق الخامس مقصودي ومدروسي ليتيحوا المجال للتطوع في حزب الله والحرس السوري كل هذه الأمور تجري الآن في الجنوب السوري للأسف علما أن الناس البريئة قد غرر بها من أجل الوصول إلى هذه الحالة الأسوأ بكثير القادم هو القادم بعد في 2019 عندما تنتهي سدة الأشهر التي نجد ما نجد فيها الآن نعم أستاذ زكريا السؤال الذي طرحه العميد ماذا بعد انتهاء المدة وخصوصا نحن نرى ونشاهد زرع ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله وميليشيات متعددة في الجنسيات في درعة محاولة للسيطرة على كل المفاصل وروسيا هي غير ضامن طبعا روسيا بداية ليست فقط غير ضامن هي شريك متواطئ بالمطلق لأنه هذا الإجراء ليس فقط إجراء النظام هو إجراء الروس وهو إجراء الإيراني أيضا الإيراني مع النظام متمكن بشكل كبير جدا موجود في كل المفاصل ولديه أعداد كبيرة تصل إلى 80 ألف تقريبا مقاتل هذا السيناريو الذي يحدث في درعة أيضا يحدث في أماكن أخرى منها مثلا يعني شمال غرب حمافي في جورين معسكر جورين نفس القضية تماما لدخلوا في موضوع المصالحات تم اعتقالهم تصفيتهم النظام يحاول أن هدول الناس هدول الناس يعملون له أي إشكال ممكن بمظاهرة ممكن بكذا حتى لما ذكرت مسألة تسريح الفيلق الخامس هو تسريح المجموعات التي انتسبت للفيلق الخامس ورفضت الذهاب الذي تم تسريحه وأوقفه بعدين دخول ناس آخرين في هذا الموضوع ففي حالة تصفية وإزالة واعتقالات لكل الناس التي تمردت على هذا النظام يعني بحجة شتى وهذا الموضوع ليس فقط في درعة وإنما في أماكن أخرى ولا أعتقد حتى في شخصيات في ريف دمشق اللي أعادت للنظام أيضا تم سحبة وتم تجريدة وتم أيضا معاقبة لكن بصور مختلفة يعني الصور تختلف الحجاج تختلف لكن المضمون والهدف اللي يعني سغل أله مضمون السلوك أستاذ زكريا هو يعني تماما يتناسب مع طرح النظام سيادة عميد باختصار لو سمحت يعني كانت روسيا هي ضامن لهذا الاتفاق ولكن على ما يبدو أنه روسيا هي خدعت قادة الفصائل أو قادة المصالحات أو المقاولات كما سميتهم حضرتك وببساطة سلمتهم للنظام بنعم أو لا نعم بالتأكيد نعم شكرا جزيلا لك العميد أحمد شرف المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان أشكر أيضا للمحلل السياسي زكريا ملاحفجي كنت معنا من غازي شكرا لكم شاهدين بهذا نصل إلى ختاب حلقة اليوم من هنا سوريا نعود ونلقاكم مردم بإذن الله